السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس الايزة 500 متوسوفت اجور سيكوريتي تكنولوجيز الفيديو اللي فات احنا شفنا انه متوسوفت لما تتبعت يوزر جاي من منطقة غير متعرف عليها ايه الاجراءات اللي تمت حيال عملية الدخول ديت وشفنا ان هي لما اكتشفت اليوزر اللي كان جاي من منطقة مغيرة تماما للمنطقة اللي هو متعود يسجل منها دخول هي قامت بمنوع اولا وقامت بتسجيل حدث عليه في وقامت باشعار المسؤول اللي بحادتنا ديت اللي هو عبر البريد الالكتروني على الطريق اللي وصلت له فورا وانلي اخبارته من خلالها ان في عملية خطر جاية من جهة اليوزر اللي كان اسمه اه يحيا العمليات ديت تمت لما ماكو سوفت قررت ان هي تجمع الاشارات او اللي احنا نتكلمين عليها بشكل نظر هي عبارة عن الاحداث اللي بتتم من خلال العملية او او العملية للتسجيل الدخول سواء جاية من خلال 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 يعني كل ما هو اشارة من اي مكان ميكروسوفت بتجمع هذه الاشارات علشان تحللها وتستقي من خلالها نتائج وعلى ضوء النتائج ديت والتحليلات حضرتك كمسؤول من المفترض ان انت هتبني خطتك الامنية هو ليه ميكروسوفت اصلا بتتعب نفسها وبتحلل الاشارات وبتقول ان هي بتحلل حوالي ستة ونصف تليليون اشارة في اليوم علشان تأمن البيانات والمعلومات اللي عليها. ماكروسوفت بتقول او بتوضح انه استخدامها للاشارات ديت او لتحليل الاشارات ديت اه تلت منافع رئيسية. الحقيقة المنافع ديت مش بس لماكروسوفت لأ ده ليك انت كمان. فعشان كده لازم تركز علشان تفهم. هنا ماكروسوفت بتشير ان هي بتيوز السيجنال تو ميك يعني بتستخدم الاشارات لاتخاب قرار مستنير. اه دي اول اه حاجة. طيب. تاني ميزة ماكروسوفت بتشير لها اه فيما يتعلق بتحليل الاشارات. يعني ايه? يعني اتخاذ القرار على اساس السياسات التنظيمية. وهنا السياسات التنظيمية بتعني بها سياسات الكيان اللي حضرتك بتمثله. هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا. بعد ما نستعرض اه الميزة التالتة اللي هي بتفرد القرار اللي حيؤمن الموارد. طيب. تعالى بقى نركز في التلات منافع دول او التلاتة من خلال سيناريوهات كده. هتقابلنا في شغلنا. تمام كده? تمام. خلينا اروح مع بعض. لوايتبورد. ونقول ايه? ميكروسوفت بتقول لي انه المنافع ديت بتبني على اساسها تأمين يعني المنظمات الهيئات الكيانات الشركات. فحنتخيل مع بعض ان في الشركة ما خلينا نقول ان اسمها اي بي سي. الشركة ديت اسمها اي بي سي. الشركة ديت عندها يوزرات. خلاص? فاليوزر بيسجل دخول من مكان. ويوزر تاني بيسجل دخول من مكان تاني. ويوزر تالت بيسجل من دخول من جهاز. ويوزر رابع بيسجل من معين وهكذا. هنا هي بتقول لي انه باستخدام الاشارات ديت حضرتك هتقدر تتخذ قرار. قرار يعني ايه? لما شوف او لو لو نرجعنا كده بالفيديو اللي سابق لقينا ان يوزر سجل دخول من مكان مجهول. او مكان غير متعرف عليه. او مكان هو اول مرة يسجل منه دخول. اللي هو اليوزر اللي كان اسمه يحيا لما جاني من فرانكفورت. بينما هو اصلا اول مرة يسجل الدخول من المكان ده. مايكروسوفت عملت ايه? مايكروسوفت قفلت عليه. ايه اللي خلنا اصلا مايكروسوفت تعرف ان ده جاي من المكان ده? هي السيجنال. تمام كده يا شباب? ومعرفتها انه المكان ده غير متعارف عليه عن طريق الاشارات فهي خدت قرار بان هي بلوك عملية الدخول. تمام كده? تمام. ادي اول ميزة مايكروسوفت آآ قالت لي عليها. تاني ميزة بتقول لي ان هي الاشارات ديت? حضرتك هتتخذ قرار بناء على السياسة التنظيمية للمكان بتاعك. يعني ايه? نفس الكيان ده بيقول لي في سياسة كده عنده بتقول لي والله انا الدومين بتاعي او الاي بي بتاعي من كلاس اي? خلينا نقول مسلا عشرة دوت عشرة دوت عشرة دوت واحد. ده كلاس اي? جميل. اي يوزر جايني من كلاس غير ده? مرفوض. ده سياسة فرضاها الشركة عندي. خلاص? فبالتالي هنا هياجي دور الاشارات. اول ما تكتشف مايكروسوفت انه يوزر جاي لها من مية اتنين وسبعين دوت 16 دوت 1 دوت 1 ده كلاس بي? طب هالك كلاس بي ده مسموح انه يدخل? لا. سياسة الشركة دي بتقول انه هو ما يدخلش. فبالتالي الاشارات بتمشي ورا اليوزر اكتشفت انه الاي بي او رينج الاي بي مختلف هتمنع. تمام كده? تمام. قياسة بقى على كده انه والله سياسة الشركة دي مش بس في الاي بي. لا ده في اللوكيشن. او في الابليكيشن. او مور رستريكتت في حالة اليوزر نفسه. وهنعرف بعد شوية يعني ايه حالة اليوزر. تمام? تالت منفعة او تالت اه بنيفت ماكروسوفت كلمتني عليها فيما يتعلق بالاشارات بتقول لي ان هي بتفرض القرار ده بناء على اليوزر حابب يحصل عليها او يوصل لها. برضو يعني ايه الكلام ده? نفس نفس الشركة ده دية اللي هي اي بي سي عندها ريسورس اس صح او اللو بي بيكيشن او او هنا هي فرضة سياسة بتقول اي يوزر ولي يكون مثلا انا عندي هنا تحت الابسي في اي ار بي مثلا اي ار بي سيستم مثلا فبتقول ايه السياسة بتقول اليوزر اللي جاي رايح للاي ار بي يجيني من ديفايز ويندوز هنا هيجي برضو دور الاشارة هل هو فعلا اليوزر جاي من ويندوز ولا جاي من ماك ولا جاي من لينكس ولا جاي من اندرويد طيب الابريكس سيستم ده مسموح لي ولا ممنوع لي فبالتالي هو لو مسموح لي هعديه طيب لو ممنوع هوقفه كل ده بيتم عن طريق السيجنال فهمناها وفهمنا الملفة بتاعتها تمام هيبقى السؤال الاكثر اهميا هو انا كسيكورتي انجينير مهمة الاساسية تتعلق باني اعالج الخطر بعد وقوعه ولا امنع الخطر اصلا من ان هو يقرى يعني انا لما بقى بروفيشنال لما بقى فاهم ومحترف هل فهمي واحترافي ده يؤحني اني احد من الخطر ولا اني اعالج الخطر الاجابة بشكل منطقي وبشكل بسيط جدا هي اني امنع اصلا حدوث الخطر فبالتالي عملية منع من حدوث الخطر ده حتى تطلب بعض الشروط شرط واحد او اكتر من شرط يتحقق من خلاله عملية منع الخطر ده وهو ده موضوعنا الرئيسي في فيديو النهاردة تكلمنا عن السيجنلز وتكلمنا عن منافعها نروح سريعا مع بعض الشريحة اللي بعد كده هتخيل هنا ان في يوزر ما حابب يحصل على خدمة ما او ادي اختنا ديت عبارة عن يوزر رايحة فين؟ والله رايحة تحصل على او رايحة تحصل على خدمة من الامبرين طمام؟ تمام هنا الكونديشن الكونديشن او الشروط اللي هتطبق على اختنا ديت هتمشي وراها كده وتسألها الاسئلة التالية حضرتك رايحة فين؟ والله رايحة على الكلود ابليكيشن الفلاني طيب هل انت مسموح ليك كيوزر جوه جروب مسموح لي ان هو يروح للكلود ابليكيشن ده؟ ده شرط من الشروط لو انت مسموح اهلا وسهلا تمام؟ طيب لو انت مش مسموح ليكي يبقى عملية الاكشن اللي هاخدها هي اللي هتفرض علي اني امنعك طيب هنا الديفايس بتاعك او الابريكيشن السيستم اللي انت جياء منه هل معتمد في السياسة بتاع الشركة؟ او في شرط بيقول انه الديفايس ده يبقى عالية اوبريكيشن السيستم الفلاني؟ ولا الديفايس ده يكون من نوعه كذا؟ او هو جوين دومين ولا لا؟ طب هو بيطبق الحد الادنى من الامان الخاص بالمنظمة ولا لا؟ الكلام ده قد يبدو صعب بنظريا ولكن عمليا هو ده بالفاعل اللي بيتم باستخدام الكونديشن باختصار شديد يا شباب خلينا ما نتكلمش كتير ونروح نشرحه كده بسيناريو برضو عملي لو رحنا كده وعلشان تفهم عملية الكونديشن ده هنت هنتخيل ان فيه يوزر اهو ده يوزر اهو وحتخيل انه فيه هنا وجهة وجهة بقى ممكن تكون او كلاود ابليكيشن ممكن تكون ابليكيشن عن الان بريم عندك وانت جاي اصلا يوزر كلاود وممكن تكون سيرفيز هنتخيل انه انت رايح كده ماشي باتجاه وصولك على الخدمة هنا فيه نقطة تفتيش هنا فيه ايه؟ فيه نقطة تفتيش بتسألك السؤال التالي انت مين انا فلان اللي يسبت ان انت فلان والله انا اليوزر نيم ويدي الباسورد اه طيب انت رايح فين؟ انا رايح احصل على الخدمة الفلانية فنقطة التفتيش ديه عندها لستة بمجموعة من الشروط اللي لازم تحقيقها علشان تعديك تحصل على الخدمة ديه فتقولك ايه؟ انت جاي من براوزر شكله ايه؟ يعني انت جاي مثلا من العصور الوسطى باستخدام براوزر انترنت اكسبدور 7 اللي هو اصلا بايدوفولت مش بيرفهم الموديرن اوثنتيكيشن بروتوكول ما بيفهمهاش ما بتعملش معاها فلو قلت ايهوة طبعا مش انت يعني مش تقالوا هي التحليلات والسيجنالس ديت هي هي اللي بتكتشف فبالتالي اول ما يكتشف ان فيه خلل سقط منك هنا بتبقى عملية الدنيا طب لو انت محقق كافة الشروط هيبقى عملية اللوجين او عملية حصولك على الخدمة عملية طبيعية جدا طيب مثال برضو غير واضح هافترض انه الناس لسه لا فاهمتش خلينا نقيس على الفيديو العملي اللي احنا اشتغلنا عليه الفيديو اللي فات كميل احنا عملنا ايه احنا جبنا يوزر كان اسمه يحيا صحي كده اليوزر ده حابب او حاب يحصل على خدمة من خلال الاشر بورتل مايكروسوفت اكتشفت انه جايه من فرانج فوت صح كده فراحت عملت ايه عملية لو بلوك صح شو ده اللي تم وبعد كده سجلت عليه الايفنت ريسك طب من كده وبعد كده بعديتلي انا لوتوفيكيشن على اه على الميل عندي صح هو ده اللي تم جميل خلي بالك بقى ان يحيا ده مايكروسوفت اعتبرته ريسكي ريسكي يوزر مستخدم محفوف بالخطر تمام تمام كده الدنيا زي الفل جميل انت كمسؤول هو انت مهمتك ان انت تتروح تعالج الريسكي يوزر هتسيب الدنيا مفتوحة كده لحد ما يجيلك الرت من انك شوفت يقولك روح في خطر عالجه ولا انت لازم ان انت تتمنع الخطر اصلا للسؤال البديهي اللي احنا سألنا قبل كده فهترد تقول ايه لا انا مهمتي اني امنع الخطر اصلا حلو اوي حضرتك هتمنعه ازاي فواحد يقول لي ايه عنده نوع من الفهم او من القراءة او الطلاعة او اشتغل بايده كتير فقال لي هستخدم الرول واحد تاني قال لي هستخدم البوليسي طبعا دي غرض وهنعر غرض في الفيديوهات الجاية طبعا واحد قال لي هستخدم البوليسي هقول لك جميل انت صح لحد الوقت صح بس اقول لي بقى اي رول او اي بوليسي هتقدر تتعرف على الستيتس الهيستري بتاع يحيا ده وعلى ضوه هتطبق عليه البوليسي يعني ايه سجل يحيا في ريسك عملية ريسك صح حصلت في الفيديو اللي فات هتقول لي صح هقول لك تقدر تخلي عملية دخول يحيا القادمة تترائب هاليحيا ده سبق له التعرض للخطر من خلال الرول او البوليسي مستحيل فبالتالي هنا لا الرول ولا البوليسي هتنفعك طب ايه اللي ينفع في الحالة ديت هقول لك ببساطة شديدة جدا ال condition الشرط يعني يعني كده اعتقد الرؤية بدأت تتضح يعني ايه بقى ماكروسوفت عملتلي ست شروط خلينا بقى نرجع للسلايب عملتلي هنا ست شروط ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هتعالج بيها ست مخاطر احنا خدناهم بشكل نظري في فيديوهات ما قبل السابق اعتقد تمام تمام تعال بقى ناخدهم كده واحد واحد اليوزر ده رايح ياخد خدمة صح تمام طيب هل اليوزر ده موجود في جروب مسموح له ياخد الخدمة ده والله لو ايوه اوكي ادي اول شرط اتحقق طيب هل اليوزر ده واخد بالمشن على الكلاود ابليكيشن الرياح له اصلا اه طمام هل الديفايس الخاص باليوزر ده الاستيت او الحالة بتاعته تنطبق على الحالات اللي موجودة في الشرط سواء بقى كان جوين دومين سواء كان معين سواء كان ديفايس من نوع معين whatever والله ايوه خلاص هل الاي بي اللي جاي من خلاله اليوزر ده اي بي عندي سليم ما عندوش مشكلة مش اي بي مجهول ولا حاجة ادي رابع شرط هل الكلاود ابليكيشن الي بيستخدمه اليوزر في عملية اللوجن ده مسموع ليه انه هو يطلع يحصل على الخدمة ولا لا ادي خلاص شرط هنا بقى هل اليوزر ده سبق ليه وتعرض لاي عملية خطر ولا سجيله نظيف هنا الكلام الاستيت اس ديه حضرتك مش هتقدر تتمكن من ان انت تستخدم الريستريكت الخاص بيه او تمنع او تسمح اليوزر الا من خلال الكونديشن لا بوليسي هتنفعك ولا رول هتنفعك وصلت يبقى اختصارا كده اختصارا زي ما فيه مخاطر ميكروسوفت بتتتبعها علشان تكشف عنها فبرضه فيه شروط حضرتك لازم تستخدمها علشان تمنع اصلا الخطر من الاساس لحد كده اعتقد ان الموضوع بشكل نظري تمت تغطيته وهنشوف ان شاء الله الفيديو القادم هيكون فيديو عملي على الكونديشن ازاي نعمل تركيبة من الشروط ونخليها كده سياسة عندنا ونطبقها نعملها على البورتر علشان نمنع بقى مش نعالج احنا بنمنع الخطر من عدوزه والحينها اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة